السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا في فانوس انا واخوية عجبنا جدا فقلت اعمله لكم النهاردة هنجيب ازازة 2 لتر بيبسي وهنقصها بالشكل اللي انتوا شايفين وكده هنقصها الحتة الثالثة في الازازة وهنجيب كارتونة وهنقص دايرة اكبر من كتر الكتعة دي زي ما انتوا شايفين كده هنرسمها بالانم ونقصها بالمقص وهنجيب كتعة فوم وهننزعها حوالين الغطة بتاع الكتعة المنزازة زي ما انتوا شايفين وهنحط كتعة فوم فوقها كمان وهنجيب الكارتونة اللي احنا قصناها هنلفها بورق الفوم وهنعمل ست دواير طبعا الكارتونة نعمل ست دواير بالفوم زي ما انتوا شايفين ستة وهنجيب دايرة منهم وهنعملها زي ما انتوا شايفين هنتنيها كده وبعدها هنقصها بالمقص هنقصها بالمقص هنقصها بالمقص وبعدها كل نص هنعمله بالشكل ده وهنلدقه بلزق الشامع من ass vice كما انتوا شايفين قرراته كما انتوا شايفين على الأطراف مثل يرى لقد fidelity كما رأينا كل الست دوائر كما رأينا في هذا المنظر سوف نلزقه يفضل لا يلزق ونلزق الشمع لكي يفضل يكلكع ويشبك في ايدينا لكن بقيت الفم طبعا لو يلزق تمام نلزق في بعض لغاية ما نكون كورة أو دايرة نلزق نلزق في الأزازة نلزق الشمع لغاية ما نلزق نلزق شريطة بيضة ونضعها لغاية ما يمكنك إستخدامها كما رأينا ونضع دايرة كما رأينا ونضع كارتونة مربعة ونضعها على الكارتونة على الدائرة كما رأينا في الأول نضعها كأنه مسجد ولفناهم بالفون ونضع شريطة بيضة ونضع شريطة بيضة ونضع شريطة بيضة كما نضع باب المسجد وشريطين كما نضع الشباكين هذه الأوبة معمولة بجانة السيروميك ون شاء الله سأقوم بجانة السيروميك وسأقوم بجانة السيروميك وهذا فومة المفروض تتعرض للسخنية من المكوى مسحنا لكي كنا مستعجلين فعملناها كده نضعها على البتاعة ونضعها بالفوم ونضع قطعة فوم ونضعها ونبرومها ونضعها بالفوم ونضع هلالين ونضع شرطتين على العمود كما نرى ونضع هذا ونضع هذا المسجد على المسجد كما نرى كما نرى ولو عجبكم الفيديو لا تنسوش تضعوا لايك واشتراك وتشيروا الفيديو لكل أصدقائكم اللي بيحبوا الفومانيس وكده وقلونا في التعليقات كل الحاجات اللي انتم ونقوموا بعملها ونضعوا ولفناه حوالين الفانوس وهذا الشكل وي وي وقلونا في التعليقات